السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعكم محمد راجل من اكاديمية بي برو تريدر. والتقرير اليومي للسوق السعودي ليوم واحد وعشرين مارس. هنبتدي اول حاجة بالمؤشر العام. المؤشر العام طبعا خلال تدولات اليوم شفنا ارتفاعه المستويات الاتناشر آآ الاتناشر الف تسعمية تمانية وعشرين. ووصله للمستويات المكاومة دي. لكن طبعا دي مش الكمة اللي جابها النهاردة. هو النهاردة وصل لمستويات آآ الاتناشر. خلينا نشوف بالزبط الاتناشر الف تسعمية تسعة وخمسين. وبدأ يرتد. ارتد منين? من التسعمية تمانية وعشرين. نقطة مكاومة قلنا عليها قبل كده. بدأ يرتد منها. وهبط اغلق عند الاتناشر تمنمية واحد وتلاتين. بس طبعا شفنا النهاردة ارتفاع اسعار النفط لمستويات المية وتسعة تاني. يعني مبارح يعني لو بصنا كده على مستويات النفط اهو هنلاقي ان هو دلوقتي وصل للمية وتسعة دولار خمسة وعشرين. يعني بداية من النهاردة كان مية وتلاتة. ارتفع حوالي ستة دولار وربع من بداية افتتاح اليوم. آآ حتى اللحزة يعني مرتفع مية آآ مرتفع آآ ستة دولار وربع. ومازال الارتفاعات مستمرة. وطبعا شفنا تصريحات من بعض الاقتصاديين قالوا ان لو حصل آآ اقول لكم الخبر بالزبط. آآ روسيا يعني روسيا قالت العلاقات مع امريكا او شكت على الانتهاء. وطبعا برضو شفنا نائب رئيس الوزراء الروسي طلع قال اسعار النفط قد تقفز الى ما بين من تلتمية لخمسمية دولار للبرميل ازا حزرت اوروبا النفط الروسي. يعني لو اوروبا عملت حزر على النفط الروسي هنشوف اسعار البترول ما بين التلتمية والخمسمية دولار للبرميل. فطبعا ده هيؤثر جدا على الاسواق بتاعتنا آآ يعني ممكن نشوف تأثير بالاجابة لان احنا الاسواق بتاعتنا بتتأثر باسعار النفط لو اسعار النفط هابطة بنلاقي السوق هابط بشكل كبير جدا. لو اسعار النفط اجابية بنشوف ارتفاعات الى حد ما مرضية في السوق. فعشان كده خلينا نشوف هيعمل ايه المؤشر مع الاتناشر تسعمية تمانية وعشرين. اتوقع ان بكرة ممكن يرتد من المستوى ده ويسعد. لو اغلق فوق الاتناشر تسعمية تمانية وعشرين. اتوقع وصول المؤشر للتلاتاشر تلتمية واحد وعشرين تلاتاشر خمسمية اتنين واربعين ان شاء الله. ده بالنسبة للمؤشر العام. خلينا ناخد ساهم السعودي الالماني حضراتكم طلبتوه خلال الفيديو الماضي. ادي السعودي الالماني. السعودي الالماني طبعا ارتد من مستويات منطقة دعم كويسة جدا جدا. كانت معانا عند المستوى ده. اهو. كانت معانا عند الواحل وتلاتين خمسة وستين منطقة الطلب. ما بين الواحل وتلاتين خمسة وستين لحد الواحل وتلاتين بالزرد. دي منطقة طلب. وصل لها المؤشر السهم قبل كده. وصعد. وصل لها مرة تانية عمل قمة اعلى. ونزل تاني. وبدأ يسعد زي محاضراتكم شايفين اهو. انا متوقع السمرار السعودي ان شاء الله على السعودي الالماني. خاصة ان احنا كان عندنا هنا نقطة دعم وتحولت لمقاومة بعد ما تم كسرها. والنهاردة اخترقها. هو حاول يخترقها مبارح. ما قدرش النهاردة نزل عملها عادة اختبار. وبدأ يسعد معانا بكوة. فانا شايف بازن الله ان السعودي الالماني هيستكمل السعود لمستويات الخمسة وطلق. ايه عفل الاربعة وتلاتين خمسة وستين. يعني لو اخترقها. عندنا منطقة عرض كاملة. من الاربعة وتلاتين خمسة وستين لخمسة وتلاتين اربعين. لو اخترق الخمسة وتلاتين اربعين واغلق عليها. انا متوقع مزيد من السعود بازن الله على سهم السعودي الالماني عشان ياصل لنقطة المكاومة اللي عند الستة وتلاتين خمسة وتسعين. وبعد كده ممكن نشوف الثمانية وتلاتين تلاتين بازن الله. ده بالنسبة للسعودي الالماني. خلينا ناخد السهم التاني معنا سهم اسمانت العربية. ايه دي سهم اسمانت العربية. اسمانت العربية طبعا مش فويد رينج كان قرب جدا من نقطة مقاومة نقطة المقاومة عند الاتنين واربعين وكمان عندنا منطقة منطقة عرض منطقة العرض دي اهي يعني من الواحد واربعين خمسة واربعين للاتنين واربعين بالزبط هو مبارح وصل للواحد واربعين خمسة واربعين لمسها بدأ ينزل معنا ادى شمعا عكسيا مبارح بدأ ينزل اهو زي ما حضراتكم شايفين المفروض ان هو هينزل دلوقتي لنقطة الدعم اللي عنده مستوى الاربعين ريال وخمس هلالات عند الاربعين ريال وخمس هلالات هنبتدي نشوف هيعمل ايه هل هيبتدي ينعكس مرة اخرى ولا لا لو ما نعكس يبقى هينزل معنا ويكمل هبوط لحد اه منطقة الطلب اللي كونها لي هنا ما بين التمانية وتلاتين عشرين لحد تسعة وتلاتين تقريبا بالزبط اهو ومنها نشوف هلا هيدينا اكشن ولا لا لو ادى اكشن هتكون فرصة كويسة جدا للشراء من هنا لو ما اداش يبقى ينزل المنطقة اللي بعدها ستة وتلاتين خمسة وخمسين للسبعة وتلاتين عشرين طيب لو صعد على طول يبقى هننتظر اختراق مستوى الاتنين واربعين ريال ننتظر اختراق المستوى ده والاغلاق على ساعتها يصعد معنا على طول المستويات الاربع واربعين خمسة وتسعين ان شاء الله سهم اسمنت العربية ننتقل للسهم التاني معنا سهم شاكر ادي سهم شاكر سهم شاكر دلوقتي واقف معنا عند مستويات منطقة الطلب ما بين الاثنين وعشرين للاثنين وعشرين تسعين منطقة الطلب الى حد ما كويسها بس حتى الان مفيش ظهور لأي مشتري مفيش ظهور لأي مشتري خالص في المنطقة دي فعشان كده انا شايف انه ممكن يكسر الاثنين وعشرين او بالفعل النهاردة كسرها واغلق على الواحد وعشرين تمانية وتسعين بس الكسر ضعيف تمام فخلينا نشوف بكرة بكرة لو اكد اغلاق تحت الاثنين وعشرين يبقى كده السهم نازل معنا للتسعتاشر ريال للعشرين اتناشر منطقة الطلب دي ما بين التسعتاشر ريال للعشرين ريال واثناشر هللة ومنها يبتدي الصعود لكن لو ترع تاني بكرة اغلق فوق العشرين ريال اتوقع انه ممكن يوصل لحد الاربعة وعشرين خمسة وتسعين وممكن نصل كمان لمنطقة الطلب العرض اللي ما بين الستة وعشرين تلاتين للستة وعشرين تمانية نشوف سهم نادك ادي السهم امامنا السهم نادك طبعا قسر معنا مستوى التلاتين ريال وخمسين هللة اغلق عند التلاتين ريال وعشر هللات النهاردة طبعا والكسر كان من حوالي من اسبوعين او حتى الان السهم غير مناسب للدخول خالص يعني خلينا نمسح بس الكلام ده كله عشان نشوف او نرسم الاول وجديد افضل على السهم نشوف فين نقاط الدعم والمقاومة بتاعته ونشوف هل هو مناسب ولا لأ للدخول بس هو الشكل بتاعه التحركات بتاعته اللي انا شايفها دلوقتي دي غير مناسبة للدخول خالص ليه لان هو في اتجاه هابط ولسه ما ظهرش اي اشارة للدخول يعني مفيش اي اشارة ان انا اشتري مفيش مشتري اصلا موجود تمام طيب خلينا نشوف في النقاط الدعم والمقاومة بتاعته عندنا هنا المفروض فيه نقطة الدعم تمام لسه متكونة اللي هي عند التسعة وعشرين ريال تمام تسعة وعشرين ريال دي تمثل يعني ممكن نقول من التسعة وعشرين لحد او لحد هنا لحد التسعة وعشرين سبعين دي منطقة طلب على سهم نازل هنشوف هيعمل معها ايه هو المفروض قرب منها مبارح بدأ يرتد تمام بدأ يرتد شوية النهاردة بدأ ينزل مرة اخرى تمام بدأ ينزل مرة اخرى النهاردة فانا بالنسبة لي يعني هو دلوقتي احتمالية اه الصعود بتاعته موجودة بس ضعيفة طيب هيس لو صعد ممكن يصعد لحد فين ممكن يصعد لحد هنا منطقة العرض دي ما بين التلاتة وتلاتين لحد الاربعة وتلاتين خمسة عشر او دا وايد رينج اتجاه عرضي شايفين ماشي فيه بقاله حوالي اه خمس شهور من شهر احداشر حتى الان عندنا شهر احداشر وواحد اه شهر احداشر واثناشر والتلاتة شهور واحد واثنين وتلاتة فهو بقاله بالزبط خمس شهور ماشي في نفس الرينج دا طيب لو لا قدر الله تم كسر التسعة وعشرين والاغلاق اسفلها ساعتها يحصل ايه ساعتها ينزل للمنطقة اللي تحت دي ما بين الستة وعشرين خمسة وتلاتين لحد مستوى السبعة وعشرين خمسة وتلاتين برضه تمام يبقى احنا كده عندنا منطقتين طلب اول منطقة ما بين التسعة وعشرين للتسعة وعشرين سبعين تاني منطقة ما بين الستة وعشرين خمسة وتلاتين للسبعة وعشرين خمسة وتلاتين هنشوف هيعمل ايه مع المنطقة الاولانية لسه حتى الان ما فيش اشارة قويسة للدخول او اشارة بوليوم عالي لو ظهرت ممكن ندخل من هنا هدافنا زي ما قلت الى 34-15-33 لكن لو لا قدر الله قسر يبقى انزل للمنطقة التانية ومنها برضو هننتظر وناخد بالنا المنطقة التانية دي هي اللي حصل منها الاكشن القوي شايفين رالي بيز رالي تاني تمام فعشان كده يعني نتقنى ومنستعجلش في الدخول ده بالنسبة لسهم ندل ننتقل للسهم التالي معنا سهم مجموعة سافولة ايدي سهم مجموعة سافولة مجموعة سافولة ارتد معنا بكوة من منطقة الطلب برضو اللي احنا كنا اشارنا لها سابقا وقلت قبل كده سهم مجموعة سافولة اللي عايز يشتري من المنطقة دي ما بين ال 32-40-33-50 يشتري بس يشتري ايه بكميات بسيطة تمام ويزود امتى يزود بعد ما يتم اختراك التريند الهابط شايفين هنا اهو نزل بدأ يدي برايس اكشن سعاد نزل عمل ريتست ادي برايس اكشن تاني بدأ يسعاد هو دلوقتي رايح فين انا متوقع بعد الاغلاق الاسبوعي الا اكثر من ممتاز الاسبوع الماضي شمعة ابتلاع شرائي كويسة جدا جدا بتدعم الصعود هيروح لل 36-50 اختراك ال 36-50 والاغلاق عليها اتوقع نوصل لل 39-70 ان شاء الله على سهم مجموعة سفولة ننتقل السهم التالي معنا سهم مدينة المعرفة هذه سهم مدينة المعرفة مدينة المعرفة قسرت معنا ال 16-90 واغلاقت النهاردة تحت المستوداء 16-82 متوقع لو فضلت لو يعني بكرة ان شاء الله فتحت على فجوة هبطة او على هبوط ممكن تنزل معنا لل 16-30 يعني عندنا منطقة طلب هنا هو ما بين ال 16-30 لحد ال 16 ريال و 8 هلالات من ال 16 ريال و 8 هلالات لل 16-30 دي تمثل منطقة الطلب وتوقع بنسبة كبيرة ان هو هينزل للمنطقة دي ومن المنطقة دي هيبتدي يصعد في حالة ظهور برايس اكشن منها لكن حاليا ما فيش اي يعني ولا ولا النهاردة حتى بعد قبل اغلاق النهاردة تمام كان اغلاق مبارح لسه ما فيش اشارة للدخول واغلاق الاسبوع اللي فات برضو ما فيش اشارة للدخول ولو بصينا على الاسبوع هنلاقي ان هو اصلا كان مدي تراجع فنشتري ليه هو المفروض ان هو دلوقت هينزل للفوليوم ده يعمل اه تست للالترا هاي فوليوم اللي عندنا ده تمام الشمعة اللي هي تسعة واحد دي اللو بتاعها عند الستاشر اربعة وتلاتين يعني تقريبا من نفس المكان اللي احنا اه حددناه منطقة الطلب احنا اقولنا ستاشر تلاتين ممكن نمسح كده ونخليه ستاشر اربعة وتلاتين اه نرسم على اللو بتاع الشمعة دي اهو ستاشر اربعة وتلاتين اللو بتاع شمعة الالترا هاي فوليوم تمام ننتقل اه طبعا لو وصل للمنطقة دي ود انا برايس اكشن كويس اتوقع السعود اهو هنا بس مسافة ملمس ساعت حوالي سبعتاشر ونصف في المية فانا متوقع ان اهو لو وصل هنا ود برايس اكشن هيوصل تاني للتسعتاشر اربعة وخمسين ان شاء الله على اه سهم مدينة المعرفة طبعا هنا اهو كان مدي برايس اكشن قبلها قوي وبعد كده ساعت تاني تالت وبعدين نكمل لتسعتاشر اربعة وخمسين ننتقل لصناعة الورق ايه دي سام صناعة الورق صناعة الورق مازال هابط برضو في داون تريند اه المفروض ان هو يعني قلنا قبل كده ان هو ارتد من التلاتة واربعين تلاتين للواحد واربعين اه ريال وستة اهلالات فعلا بدأ يعمل برايس اكشن وبدأ يرتد بس ارتداد ضعيف رجع تاني دلوقتي لنفس يعني راجع لنفس المنطقة بالنسبة لي لو فضل اعلى المنطقة دي وما كسرهاش فنسب الصعود بتاعته بالنسبة لي افضل بس طبعا لازم نشوف فوليوم عالي لكن حتى الان بفيش فوليوم الفوليوم ضعيف جدا على السهم فعشان كده الصعود برضو بضعف والبايع هو اللي مسيطة لو بصينا على اغلاقه الاسبوع الماضي هنلاقي ان الاغلاق بتاعه سلبي بس فيه مشتري الاسبوع اللي قبله برضو فيه مشتري يعني دي علامات على ايه على خلاص ضعف الاتجاه يعني هنا كان في فوليوم عالي اهو في البيع بعد كده بدأ يقل بعد كده الاسبوع ده اهو يعني في اول يومين في الاسبوع يعني قليل برضو فده بتبقى علامات على الديول اللي بتظهر دي بتبقى علامات على ضعف البايع اللي موجود او خلاص كرب انتهاء الترند الحالي وتغيير الاتجاه او على الالتصحيح فلو فضل زي ما قلنا اعلى المنطقة دي هاده المنطقة هيوصل تاني لـ 48.37 ولو اختراك الترند الهابط هيروح للـ 54.60 واختراك الـ 54.60 عندنا اهداف فيه لحد الـ 69.20 على المدى الطويل ان شاء الله ننتقل للسهم الخرايف سهم الخرايف طبعا واقف معنا عند منطقة طلب ما بين الـ 99.30 للمية وتلاتة بس حتى الان برضو فرصته مش افضل حاجة لانه هو متزبزب بقى له حوالي اسبوعين فما فيش فرصة عليه انا منتظر اختراك المية وتلاتة لو اغلب فوق المية وتلاتة متوقع يوصل للمية وخمستاشر ان شاء الله لكن لو فضل تحت المية وتلاتة بالشكل ده والاشارات اللي بتظهر بالسلبية دي ممكن يرجع تاني لمنطقة الطلب اه او نقطة الدعم اللي عند الخمسة وتسعين ريال ده بالنسبة للخرايف ننتقل للببطين ببطين طبعا وصل معنا منطقة الطلب عند السبعة وعشرين سبعين للثمانية وعشرين خمسة وخمسين منطقة الطلب الى حد ما كويسة بس برضو ما ظهرش منها اي اشارة انعكاسية اهي شايفين المنطقة دي كانت فولة زية قبل كده ازاي نزل عندها صعد نزل تاني راح على طول للاربعة واربعين خمسة وتمانين فدي اول مرة يوصل لها من الفين شهر اثنين الفين واحد وعشرين تمام دي اول مرة يوصل لها عاد بيجمع عندها الفوليوم بدأ يقل شايفين هنا الفوليوم كان عالي زي في البيع بدأ يقل وصل هنا اهو انا متوقع لو بدأ يدي هنا بفوليوم كويس هنشوف صعود قوي جدا على الال الاربعة وتلاتين خمسين ولو اخترقها ممكن نشوف ستة وتلاتين تسعين واحد واربعين خمسة وسبعين اربعة واربعين خمسة وتمانين مرة اخرى بازن الله ننتقل لسهم ديب ادي سهم ديب طبعا سهم ديب ارتفع معانا بقوة وصل لمنطقة البيع بتاعتنا منطقة العرض اللي احنا اتكلمنا عنها اكثر من مرة ما بين الاربعة وستين للخمسة وستين عشرين بدأ يعمل ايه بدأ يدينا اشارات انعكاسية اهو امبارح والنهاردة اشارات بيع النهاردة اشارة البيع واضحة تمام طيب انا اه المفروض اكون انا عملت ايه الشارس سهمة من تحت المفروض يعني دلوقتي اكون جنيت جزء من الارباح بتاعتي نص الارباح مسلا واشوف هل هينزل ولا هيختارك الخمسة وستين عشرين لو نزل يبقى خلاص ابيع الكمية اللي بقية معايا تمام لكن لو اختارك الخمسة وستين عشرين متوقع ان شاء الله ان هو يصعد للتمانية وستين ستين بازن الله وطبعا لو تم اختراك التمانية وستين ستين اتعاقق ان شاء الله الوصول للخمسة وسبعين خمسين ده بالنسبة لسهم ديب ننتقل للسهم التالي معنا سهم ساكو ادي سهم ساكو سهم ساكو طبعا برضو في تراجع مستمر وقلت قبل كده ان السهم بعد كسر التلاتة واربعين خمسة وتسعين ممكن يصل معانا للاربعين تلاتين اه ومن الاربعين تلاتين يبتدي الصور انا شايف برضو ان ما زالت عند رأيي ان هو لسه هابط وعندنا اغلاقات اسبوعية سيئة جدا على الساكو فشايف ان هو لسه نازل للاربعين تلاتين ومنها ممكن يبتدي الارتفاع ان شاء الله لو قوي منها ده بالنسبة لسهم ساكو ننتقل للسهم التالي معنا سهم لازوردي هادي سهم لازوردي سهم لازوردي برضو هبط معانا بقوة احنا كنا قيدين عندنا هنا كنا رسمين نموذج الكوب والعروة طبعا اه ما اكتملتش معانا النموذج احنا المفروض النموذج بيكتمل باختراك الخط اللي فوق ده اللي احمر خط زي ما بيقول خط العنق تمام لكن ما اختراكش نزل بقوة من منطقة المقاومة اللي هي واحد وعشرين تسعين وصل تاني لمنطقة الطلب ما بين التمنتاشر اتنين وعشرين للتمنتاشر اتنين وتمانين المنطقة دي تمثل منطقة الطلب كوية جدا على سهم لازوردي فانا شايف لو بدأ يدي برايس اكشن منها كويس هنكون في صعود قوي لحد الواحد وعشرين تسعين قبل الواحد وعشرين تسعين هيكون عندنا نقطة هنا نقطة مقاومة عند العشرين تمانية وعشرين ولو اختراكها ليوصل للواحد وعشرين تسعين تلاتة وعشرين عشرين ان شاء الله ده بالنسبة لسهم لازوردي نشوف سهم ارامكو ايدي سهم ارامكو سهم ارامكو طبعا ارتفع معانا بقوة الاسبوع الماضي مرة اخرى آآ وكنا محددين ان هو يصعد من التمانية وتلاتين تلاتين هو صعد قبل التمانية وتلاتين تلاتين وعندنا كمان اغلاق اسبوعي قوي جدا على ارامكو شفنا افتتاح صعد قوي طبعا ده جيه آآ بعد ارتفاعات البترول او النفط بقوة الاسبوع الماضي طبعا آآ انا متوقع ان هو بكرة برضو يستمر في الارتفاع تاني للاربعة واربعين تمانين ستة واربعين ريال يوصل للمستويات دي ولو تم اختراق الستة واربعين هنشوف مستويات جديدة على اسقام ارامكو يعني مثلا احنا المفروض بعد اختراق الستة واربعين ريال هنشوف عندنا مستوى التمانية واربعين ريال وتمان هلالات خمسين اتنين وسبعين اختراق الخمسين اتنين وسبعين نروح للتمانية وخمسين سبعة وتلاتين ده بالنسبة لسهم ارامكو نيجي الاخر سهم معانا سهم الدواء ايدي سهم الدواء الدواء طبعا يعني برضو اللي كان متابع معايا الفترة الاخيرة قلنا ان سهم الدواء صاعد يعني لو بصينا كده احنا كنا محلينه على فريم الربع ساعة احنا كنا محللينه على فريم الربع ساعة ادي فريم الربع ساعة امامنا وقلنا ان احنا عندنا منطقة اه طلب ما بين الاتنين وسبعين تمانين للتلاتة والسبعين اربعين ومنها هيبتدي الارتداد وفعلا بدأ يرتد اهو من هنا بدأ يرتد بقوة وقلنا يعني السهمين لسا موجودين اهو حتى ما مسحته مش من ساعتها قلنا لو اخترك التسعة وسبعين هيصعد معانا للواحد وتمانين ستين وبعدين الاربعة وتمانين اوه شبه حق الهدف الاول تقريبا عند التمانية وسبعين وعشرين احنا حاليا منتظرين اختراك التسعة وسبعين لان لو اخترك يكمل معنا سعود لو ما اختركاش يرجع تاني للخمسة وسبعين عشرة وبكده اكون انتهيت من التقرير اليومي للسوق السعودي اتمنى اكون افضتكم ولو عندكم اي السبسار تقدروا تسيبوا كومنت اسفل الفيديو باسم السهم ورقم السهم واجبوا عليه في الفيديو القادم ان شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة